السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابط بغيت نشير بسرعة الموضوع فبركات الترجمة الفورية لكلمة وزير خارجية امريكا في تصريحه من داخل جزائر هذا امر خطير جدا حاولوا تشوفوا المقطع ذيل بلينكين وهو يتكلم بالانجليزية وقارنه مع معقل المترجم الجزائري وكيف حرف الكلام ذيله خاصة في موضوع التورات بلد الكاذب والخروط والتزوير اتمنى من المتتبعين ناطقين باللغة الانجليزية انهم يرقبوا بالموضوع وينشروعوا على نطاق واسع ولماذا لا يتوصلوا ويوصلوا للقنوات والجرائد الامريكية والاوروبية موضوع اليوم هو موضوعتي خصة صريحات وكالة الانباء الامريكية وش نطلب بلينكين من الجزائر بخصوص المغرب وايضا تصريح الشكام كيف ما تقول في المغرب دي الكذبون لمشاكي عود لي على المغرب او ما يسمى برئيس الجزائر الغير الشرعي للجمهورية الشعبية الديمقراطية القحتية عبد المجيد كذبون باش بغيتونا نبدأ ونشوفوا ماذا قال كذبون والاول والابلينكين كلكم تفكر معايا ان كلام كذبون يكون اهم وكذا حكنا اكثر وخد يكون عمر بالكذب هادش اللي غنقول لكم دابرة كله كان من تصريح رسمي نشير على الموقع دي الوزارة الخارجية الامريكية نشر التفاصيل مملة يعني الفرطاء دوت كوم انا غادي منقل لكم طبيعة الحال بالدارجة المغربية صراحة الدارجة المغربية هي اللغة الوحيدة او الهجر الوحيدة اللي كتبرد ليغضيدي فيهم كذبون قال لي في اللولة طالع مكانة الجزائر وامريكا زيما قراب البعضياتهم لان هناك الكثير من اوجه التشابه والتشابه الهائل فيما بيننا ونضالنا التحريري والواد كذبون واد العمامرة وكوسالة وتقولوا اش بغاو يتعلموا يكعد البارحقة لكم عندكم تقولوا ليه عندنا وجهات نظر متشابهة ومتقاربة يا حسب الكلام ذي الكذبا انت تؤيد تطبيع الامريكي الاسرائيلي وكتعتبر ان القدس عاصمة لا اسرائيل كيف مكدر امريكا وكتعترف بمغربية الصحراء كيف مكدر امريكا كي الكاسول اللي عارف راسه كاسول وكي قدر يتعلم وكي قدر يتحسن وكي الكاسول اللي معافش راسه كاسول ومعمروغ يتحسن لانه يرفض يتعلم هذا السنف الثاني هو ما اللي فيه المسؤولين الجرارويين وباش ضحكني قال ليه نضالنا التحريري على الجمعتي امريكا في كلمة نضالنا مع الجزائر ماذا الولايات المتحدة الامريكية كانت بحل المغرب تستقبل المقاومة الجزائرية؟ ماذا امريكا كانت تهرب لكم السلاح بحل المغرب؟ ماذا امريكا كانت تساندكم بحل الملكية المغربية سياسيا وديبلوماسيا وماليا وعسكريا؟ اسمح لي فخامة رئيس الجمهورية القحتية اكيد انتك تتكلم على الكوابيس جورج واشنطن اللي اعطاهم العبدالقادر المغربي المهم نرجع للخطاب من بعد قال ليه لا يمكن ان نجادل الديمقراطية الامريكية لنا في الجزائر ديمقراطيتنا الخاصة وتاريخنا الخاص والديمقراطية في الجزائر هي المؤسسات التي تمثل الشعب قال ليه ممكن اننا نحلم لكننا نحلم بعالم في توازنات اكتر ولا ينعني بعد عبد المجيد كذبون كنت تعني ابن زيانة لا انطاني بليكت من بعد نكمل الخطاب ليالو قال ليه هذه هي بيئتنا نحن محاطون بدول لا تشبهنا كثيرا باستثناء تونس لهذا السبب علاقاتنا عميقة مع تونس وليس مع الدول اخرى يعني رئيس الجزائر تقول شمال افريقيا ان المغرب موريطانيا ليبيا مصر مالي و تشاد حتى دولة ممزيانة حتى دولة ما كتوالم الجزائر من غير تونس وبقوتي يقولوني فاش نقول لكم الجزائر تعيش عزلة دولية بمعنى الكلمة يا فخامة الرئيس الغير الشرعي للجمهورية القحطية إذا شبهت الجزائر بتونس فهذا تعني حاجة واحدة أنكم تشبهوا التونس ديال بن علي وكتشبهوا التونس ديال قيس ساعد اللي دير هاد الساعة أكبر نقيله بتاريخي أنا مقتنى أنك تستطني تونس باش تدير الخاطر للزوجة ديالك التونسية والتي تبيتك اليوم في زنقه وثانيا لأن تونس بكل بطاطا هي الحديقة الخلفية ديالجزائر وهذا يعني أن الجزائر مقدرات تسيطر على ليبيا على مالي على تشاد على كل الدول المحاطبية لأنها دولة فاشلة المهم يقرر على أن الجزائر لها مشاكل مع كل الدول المجاورة ولا تتفاهم مع كل الدول المجاورة باستثناء تونس وقال لي في الخطاب من بعد ليبيا بالطبع كان هناك منطقة الساحل بأسرها مثل تشاد بوركينفاسو مالي والنيجر التي تعيش حالة خطيرة وحتى موريطانيا قال لي ليست بهذه القوة وفي الجوار لدينا المملكة المغربية حيث شاهدت علاقتنا دائما تقلبات منذ استقلالنا إنها ليست حديثة وهي غير مرتبطة بسبب قضية السحراء الغربية خوتي المغاربة بغيتكم تنصلوا على الكلمة للموريتانيين بالخصص كيفاش رئيس الجزائر يعتبر دولة موريتانيا دولة ضعيفة جدا ودولة هشة كيف لرئيس الدولة القحطية أنه يقول على دولة جارة ويحترم من المفروض أنها دولة ضعيفة ودولة هشة هذا تدخل سافر في السيادة الموريتانية وقلة احترام للشعب الموريتاني هذه الرسالة لازم توصل لكل المسؤولين الموريتانيين ولكل الشعب الموريتاني من عندما تسمعوا رئيس الدولة تدخل الطوابير الدولة الفاشلة بمتياز يتكلم بهذه الطريقة ويعطي هذا الآراء ذي وكان تخيل رأسي غير أن هذا رأى بوتين أو جو بايدن لا يكذبون الذي يتكلم كما حبوب الشجاعة والواقاحة السياسية يخدمتها في الجزائر هؤلاء الذين يقدمون الكاميرا يبدو يكذب علينا ثم يبدو يكذبون ويقول الوزير الخارجية أمريكا حقرونا حقرونا المغاربة يا أخوتي في حرب الرمال في 1963 وجمع لنا بأنه لم يكن لدينا جيش نظامي لكنهم لم تربحتوا في فرنسا وحلف النيتو كامل كيف لم يقدرتوا على المغرب؟ وقال له قتلوا فينا 850 جزائري وقال له كان المغرب يهدفوا لأخذ جزء من أراضينا هذا كامل يكذبون الذي يشكي الخول كبير كيف تطيق أن وزير الخارجية أقوى دولة في العالم أمريكا تطيق القصة الخرافية الجزائريين ورئيسهم؟ كيف تطيق أن أمريكا لديها أقوى استخبارات في العالم؟ وعندما كانت حرب الرمال درت تقارير استخباراتها وعرفت أن الجزائر هي التي بدأت الحرب لتضوخ القبيليين وكل من كان يعارض بين باللوب وخربة؟ كيف تطيق أن الراحل الحسن ثاني كان حليف لأمريكا وكان رفع لها التقارير لازمة عن الحرب وأسباب الحرب ونتائج الحرب من افتعى على الحربي الجزائر بقتلها وحرقها لجنود مغاربة للحدود بدون سبب وأي واحد عنده نسبة قليلة من الدكاء غير فما لأنه حرب الرمال لو كانت حربا لسترجاع السحراء الشرقية كما تروج لها الجزائر لما توقف التقدم المغربي العسكري ولما طلب الراحل الحسن ثاني من قوته المغربية الانسحاب مع العلم أننا نرى بحل المعارك كاملة حرب الرمال كانت تردد فعل ودفاع عن النفس وعندما حصل الراحل الحسن ثاني على كل الضمانات وقع اتفاقية السلام وانساحب يعني الاغبية لو ان الهدف استرجاع الاراضي لا سنساحب سيبقى ماء بطن بطن وعندما نظركم غير جاء وورا بحكم وصراحة كان خطأ استراتيجي كبير لأنه كان علينا ذلك ساعا كبروات صغار كان ندخله اليوم في السحراء الشرقية ونقوم بذلك ساعا تفاوض على السحراء الشرقية وحتى واحد يتجرأ يتكلم على السحراء الغربية المغربية ولكن معلش الوقت ماذا قدامنا ما نفتح على الحربية الجزائر لكي تقضي على المقاومة خاصة في القبائل المحتلة ولقد نجح مخطط بن بله بخروبة وتم تصفية كل مقاومين الحقيقيين شرافة كان الجزائرين يتحاربوا مع الجيش المغربي وبخروبة بن بله يقتلوا في المقاومين من الوراء وداخل الجزائر وتم تصفية تقريبا كل مقاومين في البسطح ومن ايتي كامل ما عمرك سمعتي مثلا فرنسا او الرئيس الفرنسي تقول الارمانيا في 2022 انتم هجمتوا وقتلتوا فينا الملايين الفرنسيين لا نسامحكم ما يبقى العداء بناتنا ونصدع لكم الحدود ومنعوا الأجواء الفرنسية على الطائرات الألمانية واذا لم تجدوا أن تقولوا الجرار وارجعتوا ستينيات القرن الماضي هذا شيء رائع بثاف ما داروا لكم الجنود المغاربة حقرونا المغاربة ما داروا لكم ما داروا لكم لماذا لم تجدوا أنكم تسلحوا البوليزاريو منذ عقود وأن هذا الآلاف من الجنود المغاربة في حرب الصحراء التي فيها البوليزاريو والجزائر وفي الكثير من الدول الأخرى المهم أن تعجبني أن نرى القوة الضاربة تتوسل وتتسول أمريكا وتحكي ليها على الحقرة المغربية التي تحقرها تفستينيات المهم أن أعلمنا عليكم نقطة ونعود إلى السطر وكذبون كملكة تشكالي قال لي في وقت لاحق رفض المغرب استقلال موريتانيا وكان عند المغرب مطالب باسترجاع موريتانيا وليس كما تكذبون عندما رحضنا في موقف حارج عندما رفضنا شيء كانت مخبئة وحتى أنه كان عندهم في ذلك الوقت وزير مغربي خاص بالشؤول الموريتانيا هنا يكذبون يتسأل كيف يعقل أن المغرب كان يطالب بموريتانيا ما سميه سابقا شنقيط وبالصحراء الشرقية وكذبون تقولون اليوم أنه يتقسم على جوج والصحراء مشيديار صراحة دائما نقول معرضك نحمد الله أن إسبانيا كانت مستعمرة لنا الصحراء المغربي وخرجناها بالمسيرة الخضراء وبالتفاوم معها صور معي أخوتي كانت فرنسا مستعمرة الصحراء كلما تخرج من ناح تدر لك تقرير المصير وتخلق لك شي دوية كيف مدارت في موريتانيا والجزائر مع احترامي موريتانيا دولة وشعبا كنا نعرف بالسيادة الكاملة على الدولة حاليا بعد نمع حتى مشكلة كلام رئيس الجمهورية القحطية كذبون تدل على أن المشكلة الرئيسة ما شيء هو البوليزاريو أو الصحراء الغربية المغربية المشكلة الرئيسة بين الجزائر والمغرب هو الحقرة ومعرف ما ندر لكم الجنود وأيضا أن الجزائر تؤمن أن المغرب سيطالب بصحراء الشرقية وهذا الشيء الذي يجعلهم متشبتين بدعم صندريستان وخلق كل مشاكل المغرب وهذا الشيء كامل سنزيد عليه على الكثير من العقد من تاريخ المغربية والملاكية المغربية وتاريخ المملكة المغربية الشريفة من بعد في الكلام ديالو قال لي ليس للجزائر نية في الصحراء الغربية هذا خطأ وغلط فخامة رئيس الجمهورية القحطية لأن وكين وطائق ويكيليكس تؤكد أن بوتفليقوس اقترح على الممثل الأممي اقتسام الصحراء بين المغرب والجزائر وحتى لو دعمتم فقط تقسيم المغرب فلو خلقت دويلة في المنطقة ستكون تابعة لكم ولجنرالاتكم كما هو الحال لتونس المنبطحة حاليا عندما تضع تراصي بلاس أنتوني بلينكين سيكون عاش المال لفض الخطاب وهو يرى الكمارة وهو يعود للخرايف في تاريخ خيالي بعيد عن الواقع واذا أنت تظن أن هذا وزير خارجية أمريكا لا يوجد الملف الكامل تاريخي على مشكلة الصحراء وحقبة ما بعد الاستعمار واذا أنت تظن أنه لا يوجد ملف عامر بالحقائم للنزاع مع المغرب رأى بلينكين إذا أردت أن يقرر التاريخ الحقيقي الذي أنت لا أعرف لي وقال لي بالتأكيد ليس لدينا نية في الصحراء الغربية إنها مشكلتهم لقد أرادوا لقد أرادوا دائما زعزعات استقرار الجزائر هناك قضايا أخرى لقد أرادوا دائما زعزعات استقرار الجزائر ولا أعرفوا سبب ذلك على الرغم قال لي من أننا أنك نحميه المغرب الجزائر قال لي لم نكن أبدا حادرين بشأن ومع ذلك فليس من الطبيعي أن تظل الحدود مغلقة لمدة أربعين عاما في غضون خمسون عاما من الاستقلال كذبون الهواية المفضلة في الكذب وتزوير الحقائق قال لي ليس لديكم نية في الصحراء المغربية ومع ذلك كتعادوا إسبانيا لأنها غيرت الموقف ومع ذلك ترفعون طعون للاتحاد الإفريقي لأن مباراة ستلعب في العيون المغربي فعلا ليس لديكم نية في الصحراء ومع ذلك تسلحون الفيلق الجزائري المسمى بالبوليزاري لا لديكم نية ومع ذلك تريدون الوصول للأطلانتيك تيك 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 اخوتي تدخلوا القناة الاحتياطية للغوتي إبراهيمي سأخذها لكم في أول رابط واسمتها أطلانتيك تيك تيك ومشاكل مع هذا الكذب قال لك الجزائر تحمي المغرب وأنك تزوينها فاذا تحميها الكديدية؟ تحميها بالسماح لمقاتل البوليزاريو من تجاوز الحدود المؤقتة بيننا وبينكم او تحميها المغرب بتسليح عصابات البوليزاريو او تحميها المغرب من ان تدخلوا الأسواق المغربية القرقوب الجزائري او تحميها بإعلابكم الذي يكذب علينا ويسيبنا ويجتمنا على طول الساعة وعراء هذه التي تحميها هذه هي أنك تدرى هذه القرض التي تريد تجوز هذه الغزالة لكي يسرها وقال لي من بعد ليس من الطبيعي أن تغلق الحدود لماذا محسسنا أن المغرب والذي يصدع لكم الحدود محسسنا؟ هذا الكمل هائل من المغالطات يصبح عودة الشيطيف الصغير ما زال ما عرفته في الحياة وما زال ما عرفته في السياسة يمكن أن تعود الوزير خارجية أقوى دولة في العالم عنده قائل حقائق العالم كامل انظروا الوعراء قال الراحي الحسن ثاني كان موثر على تقرير المصير كما رأى كان باقي يوم من فاصله ومحمد السادس نصر الله موغوش فاصله علي الكديد بمشي نفس الراحي الحسن ثاني اللي دار الحرب بشي حفظة للصحراء المغربية ومعمرك وقل اسمتي الخطابات الراحي الحسن ثاني وهو يدافع للصحراء المغربية وازا ما كنت تعتقد فعلا انكم ممكن تمرروا هذه المغالطات الغبية للاقوى دولة في العالم وبهالطريقة الغبية الراحي الحسن ثاني كان موثر على تقرير المصير للصحراويين لانه كان متأكد مليون في المئة انهم غاربة احرار وغير اختاروا المغرب ولكن من انشاف انكم بغيتوا الدخل الموريتانيين جزائريين شاذيين الماليين في الاستفتاء قال لكم احبس وما كان لا تقرير المصير لا يحزنوا كان غير بندردرون والذي يريد ان تقدم مرحبا وكذبون ان نستشهد باحد المثال هذه الكلمة قال لي مثلا الجزائر دعمت تيمور الشرقية وكيف ان الجزائر فرقعتهم على دولة مسلمة اندونيسيا وفرحان مع رأسه كيف دعمت انفصال السوداء الجنوبية على السوداء المسلمة ولكن معمرنا اسمعناكم كالدعمه كورسيكا كوصوفو كتالونيا او حتى الجمهورية الجديدة في اوكرانيا ولماذا لا اعطيتهم فرصة للقبيليين يختاروا وماذا يريدون ان يبقوا مع الجزائر وماذا يديرون الدولة واحد اقليم تغيرها كان هناك الكثير من 43 شعبية توقل التحرر والجزائر لا تدعمه الجزائر تدعم فقط حق البوليزاريو في معادات المغرب من بعد اتكلم لي ليبيا تشاد مالي وهضر لي على المشاكل الاقتصادية التي كانت في الجزائر وعطيت تفاصيل مملة ما يقع في الجزائر وماذا نغذر الحكومة الجزائرية وادعوكم لقراءة الكلمة الكذبون في موقع وزارة الخارجي الامريكية ممكن ترجموها اللغة العربية او اي لغة في العالم وكان وعدكم ان اقريتها كاملة ستموت بالضحك اضر لي من بعد حتى على المشاكل وقال لي فيما يتعلق بالمشاكل فاننا نواجه نقصا عندما يتعلق الامر بمواد الحالب نستورد الحالب المجفف ونقوم بالسنساخي هنا ممزوجا بالماء انتوني بلينكين سيقول لي ما استفدنا ما سيستفد انتوني بلينكين انك تقول لي نشرب الماء والصغاري ونظن ان بلينكين في السماعات اضر على الحليب بودرة سيكون بتاسم ويكون فهم على شو ما اغبية لهذه الدراجة المهم فهمت على ان عبد المجيد كدبون دارت دور للشكام وقدم لي تقرير مفصل على الجزائر وكأن بلينكين هو الرئيس ذلك حتى ان كدبون تكلم لي على قطار تم نراسط في نظركم اخوتي المغربة اضروا بوز وجاوبوني ما كان الرب من الوزير خارجية امريكا على هذا الخرايف وعلى التقرير المفصل ديروا بوز وكتبولي في التعليق الوزير الامريكي انتوني بلينكين عبر الترجمة سيد الرئيس اشكرك على هذه المحادثة المفصلة والممتعة لقد اتيحت لي الفرصة للقاء صديقي الوزير ويسعدني ان اعود الى الجزائر لتقوية الروابط بين بلدينا من خلال العمل على الامن والفرص الاقتصادية المشتراكة مثل الاستثمارات والتجارة بين البلدين اعتقد انه سيحقق تقدما في الاستثمار بفضل رجال الاعمال الشباب الذين يحتاجون الى البناء ولكن على اي حال انه لامر رائع ان اعود الى الجزائر بعد ان كانت اخر مرة هنا في عام 2016 شكرا لك على مشاركة هذا التقرير الرائع في المنطقة والعالم وعلاقاتنا المشتراكة شكرا لك يعني بلينكين خلادك الهدراكام الذي الكذبون واركز على الهدف وهي التجارة ويجيبه المستثمرين الامريكيين يربحوا الفلوس يعني بلينكين ضرب لي كل شيء في الزيره ودر معه غير صواب الديبلوماس ومجاوبه حتى على اي هارتاق قال هالي كذبون لانه اكيد سيعتبرها غير مضيع الوقت ومنين قال لك ان التقرير ممتع فعرف انه مكانش ممتع وكيفما قال الراحل الحسن ثاني لا يمكنك ان تتعب نفسك في محاولة اقناع الشخص لديه سؤال نية لو انتوني بلينكين بديت يخرج للتاريح الحقيقي وتحاول يقنعه غير يضيع الوقت حيث كذبون اغلبية الجراروة عندهم سؤال نية فيما يخص لمملكة المغربية كانوا معارضين او مع النظام او ضد النظام او مسؤولين او من المجتمع المدني وخاكي تفرجوا في روبرتاجات مصورة بتصريحات صحفيين دوليين تؤكدوا ان الجزائر هي من فتعلت حرب الريمال ما زالت يكذبون لانه عندهم سؤال نية وكانت انباء امريكا انتوني بلينكين قال كذبون العمامرا في رسالة موتقة من وزير خارجية امريكا وقال لهم بالضبط يجب على الجزائر السعي لتحسين علاقتها مع جارتها المغرب نقطة الى الصدر ما قال لا ودل امريكا تأمر الجزائر بتحسين العلاقات مع المغرب هذه الجملة القصيرة واللي عندها الالاف دي المعاني تدل على ان امريكا مقتنعة بدون شك ان الجزائر هي صاحبة المشاكل في المنطقة وكي امر على ان الجزائر خاصة تغير الموقف دياله بسرعة لاحظوا معايا ما قالش مثلا على الجزائر والمغرب الموضي قدومان مثلا او قال لهم السعي لتحسين العلاقات هنا اشار الى الجزائر وحدد دور الجزائر والمسئولية دياله ببعدها وطلب منها بصيغة الامر اللي خاصه يتنفذ عليها اكتبونك بدليل خرايف الحرب الريمال وموريتانيا وغيرها تقول لي بالمغربية رأوا الله ما احنا رأوا هما بحال هذا الشديد الدراري صار اوله رئيس الجمهورية القهطية السيدك الامريكي امرك بامر خاص تنفذه بلا ما تكترد وبلا شوشرة كيف تقول المصريين مرة اخرى هذا الشكل يدل على ان الجزائر تعيش عزلة دولية خطيرة جدا وعلى ان اصابع الاتهام الدولية تشير اليوم الى مسؤولية الجزائر الوحيدة في عدم الاستقرار وفي معاداتها للمغرب وانا متأكد لو امريكا واوروبا خرجوا التقارير الاستخباراتية ديالهم الكاملة سيكتشف العالم لان الجزائر هي سبب مشاكل تونس ليبيا مالي والمغرب وكل الدول المجاورة المهم اماكن غير كل العصاء الى عجباتكم حلقة اليوم ما تنسوش اخوتي تدعم القناة وتحميوها من تبليغات بالاعجاب ومشاركة الحلقة مع الاصدقاء ولكن انت اول مرة تشوف هذه القناة ما تنساش تشارك معنا بالضغط على الزر هذا وتفعل جرس انبيئات باش يوصلوك للحلقات القديمة وانا ما زال ما تفرشش في اخر حلقة غالي تلقاها هنا شكرا على المتابعة ديالكم والدعم للكم القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم